تصوق على تطبيق نون وبعد ما تختار الاشي اللي بدك تشتري استخدم كود الخصم تبعي الكي كابيتل 310 رح يطلع أدامكم على الشاشة لتحصل على أحلى خصم ومرحب فيكم بفيديو جديد من قناة بي بلايدر لأي اليوم عنا فكرة مختلفة واللي هي رح نقيم كل بلابل التيربو اللي عندي إياهم بداية مع الشجاع البروكاني رح أكون معكم كتير صريح هذا البلبل هو من أكتر تطورات الشجاع اللي أنا ما حبيتها بكل صراحة لأنه حسيته كتير نحيف وهيك يعني البلبل ما فيه كتير مميزات وبجرح هيك عرفتوا عليه يعني مثل ما بيحكي بلبل بمعنى أنه هيك مواصفاته قليلة ما فيه كتير مميزات مع أن الله يرتبعته كانت كويسة بس حديدته كانت جدا سيئة قاعدتوا معنها شوية مسلية ولكن جدا سيئة تقييمي لبلبل الشجاع البركاني وهل بنصحكم بتشتروه ولا ما بنصحكم تشتروه رح أحكي لكم يا بفيديو اليوم ورح أحكي عن كل بلبل نفسه هل بنصحكم تشتروه بكل صراحة لا بعد ما شفت إيش في بلاب الأصدرات تانية نزلت في كتير أشياء تقدر تشتروها وتنسلوا فيها أكتر تقييمي من عشرة لهذا البلبل خمسة من عشرة هون عنا الأخيل الأخير أوكي تقييمي لهذا البلبل لير كويسة حديدة ماشي حالها ودرايفر وحتى قبل التطور كان برضو كويس مع لدرايفر محسن صراحة زاد تقييمه كتير بالنسبة إلي كشكل وتصميمه جمال اللي احنا عم نقيم الولبل من كل النواحي أنا صراحة بعطي الأخيل ثمانية من عشرة وإذا بتسألوني هل تنصحنا نشتريه أحكي لكم نعم وهون عنا الوميض الجارح تبع التير وبالرأيي هو أكتر وميض انظلم من تطوراته والليار كانت عادية مش كويسة حديدة ودرايفر وكانوا كويسين أحسن من ليار تبعته هل بنصحكم تشتروه صراحة لا بنصحكم تشتروا الوميض المظلم أو وميض الجيتي لأنهم أحسن منه بكتير تقييمه من عشرة سبع من عشرة أكتر بنقطتين من الشجاع البركاني عشان حديدته بدرايفره أفضل من الشجاع نشاب البقس أول اللي بإسم هرقل صراحة تقييمه لهذا البلبل هو التسعة من عشرة بنصحكم تشتروا أكيد والوميض ما بعرف إذا حكيت لكم بنصحكم تشتروا أو ما بنصحكم تشتروا آآ آآ حكيت لكم ما بنصحكم تشتروا معلش وفقط خسر نقطة واحدة هرقل عشان بس حديدته بتمنى لو كانت أحسن وبحاجة لتغيير غير هيك درايفر ممتاز ليره ممتاز لسه بفوز ده هلأ بلاب الرايز بلاب الجزء رابع جيتي فالإشي كتير ممتاز وبنصحكم تشتروا هون عني بلبل الكلب الضاري هذا ما طلب الإنمي بساكن كان بعلبة ثلاثية بغض النظر آآ آآ هل بنصحكم تشتروا هذا البلبل صراحة لا غير إذا تحتاجوا لدرايفر كتير وما عندكم إياه ما أجدت لكم الفرصة تحصل عليه غير هيك قطعه عادية متوسطة كحديدة ولير صراحة شكله أحلى من قوته فممكن نعطي هذا البلبل ستة من عشرة مثل شجاع البركاني براثن الوحدة تمام هلأ هو أحسن براثن النصر بس وحتى مرات بحسه أحسن من براثن الجي تي تابع الرايز ولكن أكيد تابع السوبر كينغ بغض النظر آآ الكلب ما بنصحكم تشتروا حكيت لكم آآ مش عارفلش عبان سهل معلومة البراثن بيخسر نقطة لدرايفره مع أنه درايفر ماشي حاله بيخسر نقطة كمان عشان حديدته بيخسر نقطة عشان أسنانه فبأخذ سبعة من عشرة كويس هلأ بصحكم تشتروا نعم منصحكم تشتروا لأنه من إصدارات البراثن الحلوة الجارح المتجدد أوكي هون في عندنا كتير تساؤلات وصراحة صراحة بضع يقيم لكم هدول التنين مع بعض لأنه في في كتير تساؤلات هلأ إذا بتحكولي لأي اختار لير واحدة تلعب فيها بنزال مهم بختار لير الجارح المتجدد أوكي أقوى لأنه ليش لأنه تفيها حديد بالنص مش مهم الحديد الكتير لبرة لأنه الحديد الكبير لبرة بيعمل غلط بتوزيع التوازن فإذا بتحكولي بدك لير واحدة بدون اندماجهم بختار هاي اللير أكيد إذا اندماجهم يعني هاي اللير مع حلقة الأسود بتعمل لنا أفضل خلطة يعني عشان أفرجيكم للي لسه ما وسطوا هالمعلومة وساكن بالمريخ يعني إذا إذا في حدا بتابع بلاب الجديد فإذا من شايفين من ناحية الحديدة جارح الرهاب بأخذ نقطة ومن ناحية درافر جارح الرهاب بأخذ نقطة فهصير عنا نين واحد ولكن إذا بتسألون له إنت مين بتفضل تلعب فيه راح أحكي لكم نين واحد صح فمفرد هذا يفوز وأنا بحكي لكم إنه هذا أفضل جارح متجدد كمان من إصداري كثير رهيب وأقوى من جارح الرهاب بشكل نظري أكيد إذا بنلعبهم ضد وعد عادي ممكن يفوز هذا على فكرة أنا عملت بناتهم نزال شورتس بس أنا أظل إذا بتنزلهم ضد خمسين بلبل عشوائي بحس هذا ممكن يجمع نقاط أكتر ويفوز بلابل أكتر رجلتوا عليه المهم بس من ناحية الشكل صراحة هاد أحلى بغض النظر هل بنصحكم تشتروهم نعم التنين كتير حلوين بنصحكم تشتروهم وأي حدا عنده هدا هاي البلابل فهو محظوظ لأن هدول من أفضل إصدارات بتاريخ البي بلد بيرست كله أو بي بطل تقييمة للبلابل صراحة صراحة التنين بأخدوا عشرة من عشرة لأنه الطريقة اللعب فيهم رهيبة جداً وصراحة يعني بقدروا يعملوا لكم أقوى وأجمل خلطات في عالم البلابل وغير هيك مسلية كتيرا هون عنا اللي هي بنفع طبعاً بديحكي لكم حطوا لايك واشتركوا بالقناة وفعل الجرس إذا لست معاملتوا هالأشياء عفكرة بيحكوا كبسة السبسكرايب صارت تضوي لما الشخص يحكي سبسكرايب اليوتيوب فمفروض إنه سبسكرايب هلا عم تضوي الكبسة إذا ما ضواط فعادي يكبسوا عليها المهم اللي هي بنفعه هلا أنا زعلت إنه من توي برو ما نزلته مع إنه طلع بالإنمي بس أتوقع لأه صعوب إنه بنزلوا لأنه كان بيعلب رباعية بس تقييمي له اللي هي بنفعه الصراحة لفاة النفاث صراحة تمانية من عشرة ليش عنده نقطة إنه شكل سيء عنده نقطة ثانية كمان إنه الفريم تبعته والدرايبر بحسن شوي مش متناصقين معه بس هو كبول والرهيب وبنصحكم تشتروا أكيد أنياب الفهد هل بنصحكم تشتروا لأ تقييمي صفر من عشرة ويحكوا عني عنصري أوكي لا لا بمزح أنياب الفهد حلو وهيك عنا ايام صداقة جميلة بهذا بلبل فلا لأ تقييمه صراحة خمسة من عشرة اخفت نقطة من الشجاع البركاني عشان لير تبعته اضعف بس نفس الوقت درايفر هو شوي احسن بس اللير اهم من الدرايفر والحديد والفريم ما تسألوني عنها الخفاش سواء كان بهاي النسخة المميزة من العلبة الرباعية او خفاش بدرايفر الرمح اللولبي التحملي باخد ثلاثة من عشرة لانه لا شكل ولا قوة ولا حضور ولا وجود ولا اشي سيف الكسر هو سيفه انكسر في البيبطل بدك تحس بخطر تقييمه صراحة لانه يعتبر من اجمل اصدارات التيربو لانه التيربو ما كان البلابة الكتير تصميمهم متوب عليها ولكن بنفس الوقت درايفره ما كان واو وليره غير متوازنة فبرضه باخد سبعة من عشرة يعني حتى ممكن نحكي السبعة ونصف من عشرة هل بنصحكم تشتروه نعم انياب الفاهد والخفاش اكيد اي شي تحت الخمسة ما بنصحكم تشتروه اللي برضه تقييمهم خمسة من عشرة مثل الشجاع والكلب يعني ممكن او ممكن لا بس انا اريد احكلكم انه مش كتير بنصحكم في اشياء احسن منها فارس الرياح كتصميم ومبدأ انسيابي باخد نقطة كتير عالية كدرايفر برضه كويس كحديدة وفريم ماشي حاله صراحة صراحة بنقدر نعطي هذا البلبل لهو صح نسخة هازبرو تبعت احسن شحطة صغيرة مش كتير فرق بنعطيه سبعة من عشرة حلو وممتع وبنصحكم تشتروه السمن دار الحار اوكي انا صراحة ما حبيت هذا البلبل كتير كتصميم يعني هو ماشي حاله اوكي ماشي حاله بس انا ما بيعز عقلبي او ما بتذكره مثلا وغير ذلك حديدته سيئة ولكن اوكي درايفره سيئ بس هو درايفره بنط وعمل شغلة جديدة فا كويس بخسر نقطتين بأخذ 8 من 10 بخسر نقطتين عشان حديدته وعشان تصميمه وبنصحكم تشتروه اذا بتحبو تتسلو في وقبل ما نكمل فيديو اليوم دحكي كمان اذكر اسم متابع مميز اسمه حمدوني بتابعي مع تيك توقل انا حاليا عم بصور هذا الفيديو وفاتح لايف عالتيك توك صرت افتح لايف تيك توك كل يوم المساء بين هيك ساعة ستة وعشرة المساء فشكرا لكل الداعمين عالتيك توك اللي بيحضروا البثات المهم حالين هم عم بيسمعوني وعننا بلبل الأخيل النفاث تقييم الأخيل النفاث بعد تجربة واستعمال طويل صراحة تسعة من عشرة الخلل الوحيد هو فقط جنون درايفره ببعض الأحيان وباقي الأشياء ممتازة وأكيد بنصحكم تشتروه جهاز اطلاقه من أفضل أجهزة الأطلاق نزلت بالتيربو امبراطور الأمواج صراحة 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 هلا هو بيخسر نقطة عشان درايفره برضه ببعض الأحيان بيطلع بر الحلبة بس لكم رأي الصريح بيخد عشرة من عشرة لأنه بيقدر يفوز كمية بلاب الهجومية من السوبر كينك بشكل مخيف مخيف بلبل أسطورة هذا هلا هون عنا نحن كمان جارح رهاب ولكن بنسخة علبة حظ بيجي بدرايفر مطول وهيك أشياء برضه هيك حنعطي تقييم عشوائي ولكنه مش مهم لأنه مش شخصية أساسية بأخذ سبعة من عشرة حارس المجرة الولبل الذي يلتصق بالحلبة صراحة عشان تصميمه الحلو ومتعته بالنزلات وهيك بأخذ تسعة من عشرة فقط بيخسر نقطة لأنه أحيانا بيكون مشو ضعيف مش قوي بس تعرفوا برضه في فيديو الفيديوهات فاز كمية بلاب ال مش معقولة بس نعطي تسعة من عشرة بنصحكم تشتروه أكيد سيد الرهاب بأخذ تمانية من عشرة بتمنى بس لو كانت لي رهجومية أكتر ولكن خسر نقطة ما حكيت لكم عشان شوي درايفر رازم يكون أحسن وشوي كمان وزنه لازم يكون أحسن وميض أيضا بنسخة علبة ثلاثية أو رباعية من ناحية شكل بأخذ كتير حلو من ناحية درايفر فهو جدا سيء وفريم برضه مش واو بأخذ ستة من عشرة برضه هنا أخيل اللحب بنسخة مميزة من علبة ثلاثية هات صراحة يعني بأخذ سبع نقاط وبنصحكم تشتروه يعني ماشي حالة وبنصحكم تعملوا هالخلطة آخر إيشي عندنا شجاع عندنا فا أوكي هون راح يكون صراحة جدا صريح ممكن كتير راح سجد علومني من التقييم ولكن بخسر نقطة عشان حديدته وبخسر نقطة عشان تصميمه فبأخذ تمانية من عشرة هل بنصحكم تشتروه أكيد بنصحكم تشتروه البلبل كالير ودرايفر كتير كتير رهيبين وبميزوا كتير معلش تقييم يقاسي ولكن لمصدحته لازم يجي فين يا جماعة هيك تقييم النهائي للبلابل هون عشرة من عشرة تسعة من عشرة تمانية من عشرة سبعة من عشرة ممكن في واحد سبعة ونص لخبطة نسيت شاهوه هون عندنا ستة خمسة أربعة ثلاثة تمام لو اي أنا حاسي اني عملت غلط بحس في حدا أعطيته نقاط الزيادة هم هادولة وبنفس الوقت هرقل خصمت منه نقطة عشان نفس السبب فأنا بالنسبة لي ممكن نزيد هرقل نعطيه عشرة من عشرة تمام واللهي بالنفاث ممكن كمان نعطيه نقطة زادة هو بالشجاع النفاث ماش عارف مين كمان نزيده وبحس السمندر لا هيك كويس صلاح شو رأيكم شو رأيكم يا جماعة حكولي رأيكم بالكومنتات بحسيك التقييم صار أفضل وأكيد منصحكم تشتر بلابل اللي تقييمه عشرة من عشرة وتسعة من عشرة وتمانية حتى سبعة بعد هنا صراحة بحسك عند خمسة أو ستة ونازل بحس أبا بالنسبة له الدول فأنا بعتذر منكم ولكن الزراط ممكن نحكي تقدر تشتروا بلابل تاني أحسن منها وتصرفوا بصريكم على بلابل مستهلة أحلى ممتعة أقوى تستفيدونها بالبطولات وبشوفكم بالفيديو الجاي سلام وشكرا لمشاهدتكم تابعوني على تيك توك وإنستغرام وسنابشات الروابط كلها بصندوق الوصف